خلينا نروح كمان لمنتخب السيدات منتخب السيدات بلعب في رواندا دلوقتي تصفيات الأمم منتخب السلة سيدات بلعب تصفيات الأمم الأفريقية أو تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية المؤهلة لبطولة أفريقيا هتقول لي طب ما المنطقة الخامسة ضعيفة لا مش ضعيفة خالص أنا هقول لكم النتائج وهتشوف عندنا طبعا سلاسي بتاعنا شارك مع المنتخب وكان لهم دور كبير ثوريا محمد نادين السلعوي فريد وائل لعبات النادي الأهلي كان لهم دور كبير جدا في الفوز لعبنا ثلاث ماتشاط كسبناهم أول ماتش كان مع جنوب السودان خمسة وتسعين خمسة وستين الماتش الثاني كان معرواندا حولنا تأخرنا بفرق خمس نقاط لفوز واحد وسبعين تسعة وتسعة وخمسين ومنذ لحظات فوزنا على كينيا مية وسبعة مية وستة رومنتظم يعني على مية زي تأخر ده بفرق أكتر من خمساشر ومنتخب قدر يرجع تاني ويعلى ويفوز بالمباراة وشايفين نادرا لما بتلاقي ماتش في أفريقيا بيعدي المية نادرا يعني الماتشين اللي قبل كده يعني ماتش خمسة وتسعين خمسة وتسعين ده كان وحيد سجين مع جنوب السودان ماتش رواندا واحد وسبعين احنا جايبين هما جايبين تسعة وخمسين نحن نوصل لمية وسبعة وستة المسكور ده ما بيجيش في ماتشوات البلات ما بيجيش أصلا كمان في ماتشوات الولايات يعني يعني سكور عالي وبيدل على قوة المنطقة الخمسة طيب ايه اللي حصل الاربع فيلها دول هيترتبوا من الاول للرابع مصر تاني كينيا التالت رواندا الرابع جنوب السودان طيب التاني رواندا مش هتفرق ما هم الاتنين هيلعبوا بعض طيب رتبنا الاربع احنا هللعب الرابع اعتبرونا كمجموعة واحدة وبعد كده حتى لما نيجي تأهل كأننا مجموعة تاني فالاول هيلعب الرابع هيلعب الرابع لو احنا هللعب جنوب السودان اذا ماتش سهل ده في قبل النهائي انما رواندا هتلاعب كينيا في قبل النهائي وده ماتش هيكون قوي بعد كده الاتنين الكاسبانين هيلعبوا الفينال وعلى ما اتذكر الاول اللي بتأهل بس المنطقة للبطوط افريقيا صح يا جماعة الاول بس طول عمرها حتى وانا بلعب كان المنطقة الخمسة الافريقية بتأهل منها واحد منطقة الخمسة الافريقية بياقودها او بيرقصها المهندس الشام الحريري مصري كان عضو سابق في تحدي المصر كورت السلة وترشح وكسب ونقم رئيس تحدي الافريقيا الحقيقة فيه طفرة كبيرة جدا هذا الشخص او هذا الكابتن طبعا شام الحريري حكم كبير دولي عمل طفرة كبيرة جدا الحقيقة في المنطقة الخمسة نتائج ودخل دول جديدة جنوب السودان جنوب السودان احنا ما سمعناش عنها قبل كده بتشارك بتشارك والمستوى ده قوية رواندا تبقى عندها اكبر واحسن صالة في افريقيا الحقيقة المنطقة الخمسة عاملة طفرة حتى اتحدى الافريقيا يشارد بنشاط المنطقة الخمسة والدليل ان احنا نجحنا في استضافة طبعا المالكة المستضيفة البطولة ولكن عندهم مشاكل مصر استضافتها الاتحدى المصر يستضيف بطولة ستاشر سنة ناشئين ونشآت الاسبوع اللي جاء واللي بعده شهر تماني يعني كمان اسبوعين ده نجاح كبير جدا ايضا المنطقة الخمسة لانه برضو بينظم في المنطقة الخمسة كل التوفيق طبعا ليه فريق منتخب طبعا المنتخب بيقوده كابتن هاب الالف نسيت اقول له حضراتكم يعني هو اللي بيقوده كل التوفيق ليه ومن شاء الله يستطيعوا تقاهل لبطولة امم افريقيا